سيئا نقطة دكتور اللي حضرتك بتتكلم فيها ان خبرات النادي الاهلي مقارنة بالخمس اندرية المتواجدة هو الاقصر خبرة في من معادة بايرن طبعا معادة بايرن يعني خبرات مختلفة طبعا بايرن خبرات مختلفة هل الخبرات بتلعب دور اكبر ولا النواحي الفنية هي اللي بتشكل الدور الاكبر يعني انت تقيس دي ازاي بص في عنصرين عنصر الخبرات ده بيخليك انت وانت داخل انت شفت كابتن اسلام انا سامع قبل ما خوش يقولك ايه احنا راحين اول مرة مش عارفين ايه مش عارفين ايه اللي حكاية ديت ولا بتاع فطبعا ايه رحت خسران مطش هل المطش اللي بتاع التحاد السعودي ومطش بعد كده افسي سيدني بتاع الاستراليا اه فم حتى بقيتش كانوا هم ست فرق طلعت السادس ده اول مرة بس استفدت من الخبرة دي في 2006 اما طلعت في المركز الثالث و2008 و2012 ما طلعت رابع يعني ابتدت الخبرات التراكمية لكن لا شك ان النواحي الفنية لها الدور الاجبر بس النواحي الفنية النادي الاهلي يملك اسكواد او يملك تشكيلة بتعجب النجوم في كل المراكز لو جيت قرنتها بكل الفرق الموجودة برضو ما عاد بايرل يعني بايرل برا الموضوع حتى اقولك الحاجة انا مثلا لما سئلت قبل خالص القرعة كان الناس فكر ان الاهلي هيلعب الدحيل من الاول لا ما كانش لسه القرعة هتتعامل لما سئلت الاعب الدحيل ولا لاعب تجرس اونال ولا لاعب ألسان هيمونداي موضوع التارت احتبالت اللي كان يلعبهم أنا اخترت خيار الدحيل رغم انه بيلعب على ما لعبه يعني عنده ميزة اللعبة خلي بالك ميزة اللعبة على ما لعبه بس طبعا عشان ما فيش جمهور كبير يعني لسه مكان عائي بيحس انه بيلعب في ملعبه في ملعبه مظبوط فاخترت دي لكن كان نفسي ان النص التاني ان انت لو تجاوزت ان شاء الله هذه العقبة انك تلع تخش في سكة ابطال امريكا الجنوبية يا سانتوس يا بل ميرس ليه دايما اسلوب اللعب لو مختلف عنك كتير غريبة عليك خالص هتلاقي ان المشكلة صعبة طب هتقول لي اشمعنا الدوحيل من المقارنة دول نقارنها مقارنة فنية خلصنا من حتة الخبراء نادي الدوحيل اولا هو زي منتخب من جنسيات مختلفة لان من اللعيبة اللي موجودين في القايمة في عشر لعيبة مجنسين مش اصلهم قطرية غير اللعيبة المحترفين ومحتفظين بجنسياتهم يعني غير اللعيبة محترفين بس في لعيبة عشر لعيبة مجنسين مجنسين فلعيبة كتير بقى تانين معهم جنسيات أخرى يعني فيه علي كريم الإيراني رديئيان برضو الإيراني حتى أحمد ياسر المحمدي مصري الأصل وعندك إدملسون برازيلي وعندك دودو برازيلي وعندك يعني عدد كبير من اللعيبة وصولهم حتى أفريقية بعضهم زي مثلا نقول علي عفيف التنزاني الأصل زي مثلا المعز علي السوداني الأصل يعني لعبة كتير قوي مش أصولهم قطرية فتشكيلة مختلفة إنما التشكيلة دي لما نيجي نحكم على طريقة لعبها أسلوبها قريب من أسلوب لعب اللي الأهلي بيلعبه سواء على المستوى الأفريقي أو على المستوى المحل فده طريقة لعب متشابهة يعني مش هيفجأك بحاجة أنت ما تعرفها أما فريق ألسان هيون ضاي فبالرغم من أن أعماره هي أكبر معدلات الأعمار بين الفرق الأربعة سيبك من البايرن والوسانتوس أو بالميرس معدل أعماره الأكبر بس هو الأكثر دينياماكية الوقت الأهلي على الرغم من أنه يملك تشكيلة كويسة لكن يزعجه حتة السرعات دائماً مدرسة كوريا الجنوبية مدرسة اليابان شوية عندها التزام التكتيكي والسرعات وخاصة كوريا يعني إحنا لعبنا كتير منتخبات وكانت الفرق دي بتتعبنا زي ما حضرت بتقول السيستم بتاع لعبهم مختلف تماماً عن المتشاط في الدورة المحلة حتى على مستوى المتشاط مثلاً لو بنلعب تونس أو المغرب أعتقد المتشاط دي بتبقى أسهل من لعب كوريا لأن عندهم صورة جميلة جداً مسبوك أنت برضو عندما تقول لعب تونس أو المغرب أنت تلعب فرق شبهك قريبة منك يعني قريبة في الشبه حتى في الرسمة التكتيكية في أسلوب اللعبة عشان كده أنت ما تلاقيش مشكلة مثلاً حتى في دورة أبطال أفريقيا اللي فات أما لعب تبقى عن الوداد والزمالك أما لعب مع الرجاء كلها أنت كنت مستعدة أكتر منهم لأن كان عندك دوري شغال ودول قاعدين أكتر مننا مريحين وما كانت الكورونا الشوطة التانية بتاعت الكورونا عندهم بقعدت لعيبة كتير وأثرت على المستوى عندهم فظهرنا احنا بشكل فني أعلى إنما بالنسبة للفرقة التانية مثلاً فرقة تيجرس أونان فرقة عندها مميزة في بعض خطوطها بسرعات وقدرة على الاختراقات عشان أنا أخص لك مشكلة الأهلي في حاجتين في هذه البطولة في مشكلتين فنيتين بيواجهوا الأهلي مش الأهلي بس ده فرقة كتير مصرية عندها نفس المشكلتين بس عشان نقول إحنا نقدر نعمل إيه نشوف عندنا إيه المشكلة عندك مميزات كتيرة عندك مميزات إنك عندك سكواد واسع يعني تقدر مثلاً في الشادو سترايكرز دول عندك سبع تمن خيارات عشان تختار تلاتة حيلعبوا عندك في مركز الناس الحربة اللي كان مشكلة بتاع النادي الآي بقى عندك أربعة عندك في الديفندرز اللي كان عندك بتلصم في السولية وقاليو ديونج لو حد منهم غاب على فكرة اسمه قاليو ديونج ديونج مش ديانج عشان أسعني ما قلتها في تعليق على واحدة من بوراة لإتنس يا عم تعملت الفلسفة هو أصلاً ما ليب تتحدث بالفرنسي ديونج زي لما نقول نيونج مش نيانج فيه لعيبة كتير اسمهم نيانج هو عشان الفرنسي فكتير دوب بتلصم في الاتنين دول لو غابوا حتى كان حمدي فتح مصاب خلي بالك تقريباً أربع شهور من الموسم اللي كان حمدي فتح مصاب فبقت لو الاتنين دول حد غاب فيه مشكلة لا بقى عندك أكرم دخل كمان غير التلاتة بقى أربعة واربعة يعني تقال أربعة أي حد بينهم يغط مشكلة الأكبر ليه إيه؟ قلب الدفاع السردباكين أن أنت في وقت من الأوقات تخيل وصلت أنك أنت ما عندكش غير ياسر إبراهيم وأيمن أشرب وفيه؟ في نهاية أفريقيا صحيح ما فيش غير دول يعني لو ما فيش دول هترجع بقى حمدي فتح سردباك سردباك أو تدخل محمد هاني جوه كانت مشكلة كبيرة لا بقيت عندك وفرة فيها والدليل أنك عندك خمسة الوقت موجود في قلب الدفاع عندك بدر بنون وأيمن أشرف وعندك أسر إبراهيم وعندك رامي ربيع وساعد سمير يعني داخل عندك الباكات يعني بتكلم على سكواد كام طب إيه بقى المشكلتين؟ عشان برضو نرجع للمشكلة نمسك المشكلة الأولى المشكلة الأولى هي مشكلة خاصة بمعدلات التهديف النادي الأهلي كلعب فني ومستوى أداء وتربيط للخطط الهجومية وخلق للفرص بيعمل زي أي فريق على مستوى مش مستوى مصري أو أفريقي على مستوى قريب من العالمي بتعمل فرص للتهديف كتيرة عندك حلول كتيرة ولكن بتصطدم بإيه المعدل العالمي للتهديف بيقولك من كل تلت فرص مؤكدة تسجل هدف وما معنى الفرصة المؤكدة انفراد ده فرصة مؤكدة كرة عرضية متصلح اللعيب موجود في مثلا في منطقة الست ياردات ومهيئ انه يسجل هدف ضرب الجزاء تزديدة من حتة عند مثلا قوس منطقة الجزاء اللي اصبحت زي ضربات جزاء لو اي فرقة عندها تلت فرص طبعا ممكن فرقة بتلعب مباراة كلها بتدافع وتروح جاي لها فرصة واحدة بتسجل انا ما اكلمش ده معدل اجمالي من اجمالي عدد كبير عندك تلت فرص على الاقل اللي لازم تجيب هدف تجيب هدف عشان كده مثلا اما تلاقي فرق كبيرة التقيلة اللي مثلا يكسب لك اربعة صفر اما تيجي تقول رفلي كده بشكل يعني تقريبي ان جات له كم فرصة هتلاقي جات له حداشر فرصة اتناشر فرصة جيوله وسجل اربعة جات لك تسع فرص سجلت تلات جالك تلات فرص فكسبت واحد صفر اه اه يعني 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 انا بنكلم من ده طب تعال بقى قارن دي بالمعدلات التهديفة حتى في المباراة الاخيرة